السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبالف صحة وعافية اليوم ان شاء الله اجبت لكم خبز الدار بالسميد ما رايحش يدي منكم وقت كبير ولا مجهود فقط بالملعقة ولا بالفوي رايحين نخدمو هذ الخبز راح يجيب زف بنين وخفيف تبعوا معايا فقط طريقة التحضير اذا بالنسبة للمكونات نحتاج زوج كيسان سميد سميد ارقيق كما ترون تدو نوعية الارقيقة كامل الحجم الكاس تضيفه على حسب الحجم الصينية اللي رايحين طيبو فيها هذا الخبز انا قدرت الكاس صغير اللي يرفض في السوائل مئتين مليلتر نفس الكاس عندي اثنين فارينة ربع كاس حبيب الزيت وزوج كيسان حليب الدافئ نحتاج ايضا زوج حبات صغير تبع البيض ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة تبع الخلب ملعقة كبيرة خميرة الخبز و ملعقة صغيرة تبع السكر حتى يطيل لون شباب لها الخبز ويسهل في تفاعل الخميرة اذا نبدأ مباشرة في طريقة التحضير اذا في البول اول سنكسر البيض بسم الله نضيف بيضة ونضيف بيض بيضة والصفار احب بيضة سوف نضيفه حتى نضيفه لا ضغيض سوف نضيفه من الفق لكي يحمر الخبز اذا نحتفق بصفار واحد جانبا سوف نضيف الحليب الحليب الدافئ نضيف معه الزيت نضيف الخميرة الكيميائية نضيف خميرة الخبز مع السكر ونضيف ملعقة كبيرة الخل نضيف خل البيض ايضا نضيفه ونضيف زود كيلات ونضيفه 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 كل هذه المكونات ونضيفه بعد ما امتزجوا جيدا هنا عندي المكونات سوف نغطيه ونضيفه فقط خمس دقائق حتى يرتاح ويتفاعل ثم نضيفه خمس دقائق ثم نضيفه في هذه المرحلة الملح الملح سوف يكون حسب الضوء ونضيفه المنكهات التي نحبه سوف نضيفه سانوج ونضيفه 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 نضيفه فارنا ونضيفه نضيف الكأس الأول نخلطه جيدا والكأس الثاني نضيفه نصف الكمية ونشوفه لانه هاد الخبز لازم يجينا خفيف يعني تبقى العجينة تاعه خفيفة كاين فارينا تشرب يعني نضيفه نصف الكأس الثاني يكفي وكاين فارينا ما تشرب لازم نضيفه كامل الكأس الثاني اذا انا نضيف نصف الكأس ونخلط جيدا بالفول اذا انا نصف هنا كفاني ما نضيف انا استعملت فارينة ماما والفارينا هذي معروفة انها يعني تشرب تشرب مليح سوائل اذا نخلط هكا جيدا من الفق للتحت بهذا الطريق بعد ما ضربنا جيدا العجينة هكا ملتحت للفق يعني نحاولو ندخل لها اكبر كمية ممكنة من الهواء الان رايح ننفض مليح نحيقها العجينة ملفوة ونحطها مباشرة في الصينية اللي كنت دهنتها بالزيت ورشيتها بالسماد اذا سنفرغ العجينة في الصينية دهنتها مليح ورشيت عليها السماد بالنسبة لهذه العجينة انا ندخلها في هذا المول هذا المول القطر تاعه 33 سنتيمتر لكن الخبز يعني ما يجيش خشين بزاف بالنسبة للناس اللي يحبوا الخبز يكون خشين بزاف يعني من الاحسن يديروه في مول يكون اصغر اذا نفرغوا كامل العجينة ونحاولو نسوي كامل السطح جيدا حاولو نستعمل يدي احسن ندير يدي في شوية تازيت ونسوي مليح الخبز التاعي بعد ما سويت كامل السطح كما كنتظرون حاولو نديروه كامل على نفس المستوى الان رايح نجيب صفر البيضة اللي خليتها درت لها فقط قطارات تاع الخل فقط وهذا الخل رايح ينحي كامل ريحة البيض وندهن كامل سطح حتى الخبز بعد ما كملت الدهنته كامل بصفر البيض الان رايح نزينه بالسانوج والجلجلان ونخليه يعاود يخمر بعد ما كملت زينت خبز الدارتاعي كما را كنتظرون في هذه المرحلة رايح نخليه يخمر لازم نخليه يخمر مليح يعني يدي وقته في الاختمار لانه في الول ما خليناش العجينات خمر لازم نخليه يخمر من خمسة وربعين دقيقة حتى الساعة كاملة ونخليه هنا يخمر ونعود نتلاقه ونوريه لكم ان شاء الله قبل ما يدخل للفرن بعد ما خمر الخبز تعنا مليح انا خليته حوالي خمسة وربعين دقيقة كما كنتظروا خمر مليح انا را سندخلوا الفرن اللي سخنتوا اكيد مسبقا على مئتين درجة حتى المئتين وعشرين مهم تسخنوه مليح على درجة شوية مرتفعة تخليوا الخبزة تعكم الطيب وتتحمر تدي لون شباب بعد ما طاب الخبز تعنا ودي لون شباب تخليوه يتحمر مليح كما كنتظروا حتى يجي لون شباب انا را عندي مازال سخن نديمولي وان شاء الله مع بعض اذا نحاول نديمولي ان شاء الله فق هذه اللوحة بسم الله صينية بمعنى ندهنها ودرنا لها سميد يعني ما راحش يلسق شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه ملتحت يعني حتى ملتحت كما كنتظروا تحمر ودي لون رائع الان وش ندير نغطي الخبز تعي ونخليه يبرد تماما قبل ما نقسموه اذا نخليه انا يبرد وبعد نشوفوه ان شاء الله واجد والان نغطي الخبز تعي الان بعد ما برد الخبز تعي جيدا في هاد المرحلة رايح نقسموه في كيكون سخن ما تحاولوه ما تقسموه شو هو سخن يعني تخلوه يبرد ويطرى كما كنتظروا وفي الاطراث راح تجي فيه واحد القرمشة رائع اذا تديو موس يكون هكا مسنن وتبدو تقطعوه في الخبز تعكم بسم الله فالا هذا هو الخبز تعينا اذا شوفو كيفش يجي خفيف هاد الخبز يعني بدون عجن لكن صدقوني يجي بزاف خفيف وطري كما كنتظروا كأنه معجون يعني كما خبز الدار الوصفة التقليدية اللي نديروها هذي وصفة سريعة وخاصة للعاملات يعني راح يساعدهم بزاف في شهر رمضان المبارك مبارك اذا هذا هو خبز الدار بتاعنا السريع بدون عجن رايح يعجبكم اكيد نتمنى فقط تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه في التعليقات هذا خبز الدار لم يخطيش الموائد تاعنا الرمضانية اذا كما كنتظروا خفيف وطري وكأنه عجلناه اذا هذا هو شكله النهائي نتمنى تكون عجبتكم الوصفة اذا عجبتكم ما تنسوش جم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كامل وصفاتي المقبلة بحول الله نقول لكم نحبكم بزاف تهلوا لي فرحكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر